أهلا وسهلا بكم جميعا ورحب بكم بقناة حياتنا ورلايف فيديو هذا اليوم مخصص لطلاب الصف السابع مادة الدراسات الاجتماعية وهي الوحدة الأخيرة في مادتنا ومن انتهز هاي الفرصة من لكم كل عام وأنتم بألف خير وألف مبروك عليكم نهاية الفصل الدراسي الأول نراكم إن شاء الله في الفصل الدراسي الثاني وأكيد رح نكون على العهد بحل جميع الأسئلة إن شاء الله وشرح الدروس طيب نبلش مع بعض في أسئلة الدرس اليوم ونحكي عن أول سؤال وهو مصادر السلوك الإيجابي هو سبق وإيجا شو هو مصادره للسلوك الإيجابي بتحكيه لي من وين بيجي يعني بيجي من الأسرة بيجي من المدرسة من الأصدقاء من المجتمع من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إذن هاي مصادر السلوك الإيجابي تمام أوكي يا تايا سابع لأم بقول لي شو الإجراءات اللي بتحسن من مهارة حسن الإصغاء هذا السؤال خارجي مش موجود في الكتاب ممكن تعتبره استنتاجي فإذن شو هي الإجراءات اللي انت بتعملها عشان تحسن مهارة حسن الإصغاء بنحكي فيها الانتباه والامتعاد عن المشتتات استخدام لغة الجسد الإيجابية تجنب مقاطعة المتحدث وتقديره بالتذكر والمتابعة والحفاظ على سرية المعلومات والحفاظ على تواصل البصري ودعوة شخص ما للاستماع لي هاي إجراءات أنا بحسن فيها مهارة حسن الإصغاء شو يعني؟ انت لما تحكي مع واحد ممنوع يعني حاول قدر إمكان ابتعد عن المشتتات هاي إجراءة حلوة تستخدم لغة جسدك الإيجابية حاول ما تقاطعش الشخص اللي عم بيحكي معك حاول تقدره وتحترمه وأنت عم تحكي معك وهو عم بيحكي معك وأنت عم تستمع له يعني كمان حكالك شغلة من حسن الإصغاء أنك أنت ما تروح مباشرة وتحكي وتفشي كل الأشياء هاي خلاص هاي سرية معلومات الشغلة صارت بينك وفين وحكيته عن موضوع معين ما في دائع أخبر الناس فيه كمان وانت عم تحكي كمان شغلة ثانية حافظ على التواصل البصري هيك أنت حسنت مهارة الإصغاء ممكن أدعي الشخص معين أنه يستمع لي كمان هاي إجراءات كلها بتحسن من الإصغاء طيب نعرف شو يعني تعريفات المبادرة بالتهنئة وغير المبادرة بالتهنئة بنا نحكي عن المبادرة بالمساعدة تعريفات يعني والإصغاء تعريف الإصغاء حكينا بالدرس الماضي تعريفه هو الاستماع باهتمام للآخرين وفهمهم والاستجابة لما يقولون طيب شو يعني مبادرة بالتهنئة تعريفها هي القيام بمشاركة الناس أفراحهم ومناسباتهم السعيدة وهي من نماذج السلوك الإيجابي اللي إلها أثر عظيم في تقوية العلاقات بين الناس وتحقيق التعالف والانسجام بينهم هاي تعريف المبادرة بالتهنئة طيب نيجي للبعديها المبادرة بالمساعدة هي من نماذج السلوك الإيجابي بالمجتمع بتقول لي قد تكون المبادرة المساعدة يا مادية يا معنوية أو تقديم جهد بدني معين طيب الآن التفكير الناقد شوفوا لنا التفكير الناقد بحكي لك حسن الإصغاء هو من أهم السلوكات التي تقوية العلاقات بين الناس وتعزز ثقتهم بأنفسهم شو رأيك؟ هل توافق هذا الكلام؟ طبعا كثير مهم أنك أنت تكون تصغي للناس لأنه تؤدي إلى نتائج إيجابية كثيرة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع تمام؟ كثيرة كثيرة طيب منها إظهار احترام المتحدث أنت عم تحترمه؟ أنت عم تكتسب معلومات منه؟ أنت عم تعزز سوبر الحوار بين أفراد المجتمع؟ وأهم شغل بحسن الإصغاء أنها تعمل على تحسين الحوار والفهم وتقليل الأخطاء والتعصب وإظهار الحق والصواب فضروري جدا أنه أنا أحتم بالإصغاء هي سلوك كثير مهم طب نكمل الشكل الآتي فيه عندي الشكل خلينا نشوفه اللي هو هذا مصادر السلوك الإنساني هو على فكرة غلط مش كلمة إنساني هي مصادر السلوك الإيجابي مصادر السلوك الإيجابي وليس الإنسان انتبهوا لها وصلحوها هي خمسة واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة تحكيي لي هون تكتب لي الأسرة المدرسة الأصدقاء المجتمع وآخر إشي هون وسائل التواصل الاجتماعي آخر وحدة اللي هي وسائل الإعلام وغير المواقع التواصل الاجتماعي طيب نناقش نتتضمن الجملة الآتية النوع من أنواع الخصوصية بدنا نحدد النوعية اللي بتنتميله كل واحدة منها يعني بس تكتحكي لنوع الخصوصية منتذكر في إشي للمالية في إشي للبيانات في إشي لأشياء معينة كل شغلة لها نوع طيب إجت سوسا واعتدرت عن استقبال الضيوف حكيت لهم ما بقدر هسا الفترة عندي امتحنات يجوش عندي ما فيها إشي هون هاي في شغل اسمها خصوصية الوقت هي حكيت أن وقتها مش فاضية ما بقدر تستقبل حدا طلب سامر من زميلته المسؤول عن ملفات الطبية بالمستشفى إليها بالله فرجين التقرير تبع الفلان الفلاني اعتدرت زميلته عن فعل ذلك شو رأيك؟ طبعا هذا كلام ممتاز وتصرف سليمية بالمية ممنوع أن تنتهك خصوصية البيانات ممنوع منع أن تطلب أي معلومات عن أي شخص من دون علمه طيب الآن خلينا نشوف هاي المواقف بقول لك إنت حكيني حكم أعطيني حكم إنه إنت هون فيها انتهاك للخصوصية ولا لا الأولى إجت ليلة صورت مقاطع فيديو وهي عم بتمازح جدتها وراحت نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي سؤال إذا جدتها بتعرف وموافقة إتسوكي ما في مشكلة ممكن هنا تنشر تمام؟ إذا بموافقة جدتها فهون السؤال ذو حدين الشغل الثاني إذا لم تكن موافقة جدة على نشر هذا الفيديو هذا يعتبر انتهاك لا إلها لخصوصيتها وللبيانات إنت نشرت صورة إلي من دون علمي أو نشرت فيديو إلي من دون علمي هذا انتهاك لخصوصيتي ونوع الخصوصي وخصوصية بيانات اطلع الطبيب على مكان إصابة اللي اتعرضت لها خوله وفحصها طبعا طبيب هذا شغله هذا شغله إذا كان طبيب 100% ومتأكدين منه ومرخص وعنده عيادته وبيعالج كل الناس هذا الإشي يعتبر طبيعي وهذا الصح إنها تعرضت لإصابة وديفحص الإصابة عشان يعطيها العلاج المناسب ننتقل لسؤال اللي بعديه بيحكي لنا في السؤال مجموعة من الصور شايفينها العمل الجماعة بنتركوا لكم إياه هاي الصور بننتفرج عكل صورة ونعرف شو بالضبط تعني أنا حاولت أكبر صورة عشان أشوف بالضبط شو هي بتعني فإجاباتي هي خاصة فيه بعرفش يعني إذا انتم شفتوا إشي ثاني ممكن تحكوه وتزيدوا على ما سأقوله أول شغلة حكيت عنها إنه طلب التوقف والمواجهة أو ممكن حكي رفض إكمال الحوار تمام هاي الصورة الأولى يعني إياه إنه بطلب من واحد إنه خلاص وقف أو ممكن إنه خلاص بدوش أو خلاص وقف حكي بدش حكي فإذن أول واحدة هايها موجودة اثنين في كأنها عدم الرغبة في رؤية الطرف الآخر أو عدم الرغبة في رؤية ما سيعرضه الطرف الآخر طيب الصورة الثالثة هي الغضب ورفض الموضوع وعدم الرغبة في المساعدة هون مبين إنه زعلان رافض الموضوع رفضان باتا وبحركة اللي الديسلايك هاي بإنه مش عاجبه رافض الموضوع إنه هي دزنت لايك ديس ماتر مش عاجب الموضوع أبدا فإنه بيعمل لك زي ديسلايك نجل الصورة لبعديها هاي البنت برضو شكل هالهايئة إنها رافضة فإذن نحكي هي لا تتقبل الحوار إنه خلاص اسكت متعبان وزعلان مبين عليها فهي ترفض وعدم ترفض رفض يعني وعدم تقبل الحوار أو وعدم رغبتها بالتعامل مع الشخص الصورة اللي بعدها أنا مسكر إدناها نحكي مبينة إنه عدم الرغبة في السماع خلاص يعني بمعنى stop talking لا تحكي خلاص أنا مش شجعبها لا أسمعي شي بدش أسمعي شي ولا صوت ممكن تكون منزعجة من صوت معين ممكن تكون طالبة إنهاء الحوار بدها اشتسمع حكي زيادة فهي مبينة إنه هي مزعوجة من شغلة معينة هون الصورة هاي برضو فيها قريعاكشن اللي هي مواجهة عنف وتصدي لهجم معينة مبينة إنه هنا بس إن كانت تواجه عنف معين وهذا الشخص يبينة إنه هنا بزي زعلان وخايف فهي عم بيحتمي وطلب الكف عن الأذى زي كانوا حدا بدي عرضه لأذى جسدي معين وهو عم بطلب إنه إنه بليز لا تضربني طيب إذا نحن بهيك أنهينا هذه الوحدات كاملة وكتير مبسوطين نحن أنهينا جميع هذه الوحدات وكتير انبسطنا معاكم يا سابع في هذه المادة الجميلة وكتير مبسوطين وأنا أتمنى لكم كل توفيق والنجاح في حياتكم العلمية والعملية كانت المادة كتير ممتعة متنوعة مرات كثيفة ومراتكم بسيطة وحلوة فنرجو لكم إن شاء الله كلكم على مادة كاملة وتنبسطوا في عطيكم القادمة بالنهاية الامتحانات وأكيد رح يكون معاكم في بداية الفصل الدراسي الثاني حالما تنزل المادة مباشرة نحن رح نبلش شروحات إن شاء الله فيها شكرا لكم كل التوفيق والنجاح في حياتكم العلمية والعملية إلى لقاء قريب